مرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشاتكم الجو بزيارة إسياة لتطلع لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي عودة الاستقرار الجوي إن شاء الله ابتداء من نهار اليوم بعد ما شدنا أمطار كانت غزيرة لكن نقول عليه استقرار الجوي مؤقت لأنه إذن الأمطار احترجى بإذن الله دوم الخمس إذن لأكثر تفاصيل نشوفوا صورة القمر الإصطناعي اللي حتوضحنا إذن غدا إن شاء الله كما رحنا نلاحظوا على صورة القمر الإصطناعي سحب كثيفة إن شاء الله رح تكون متمركزة على أسواحل الوسطى الداخلية حتى وسط الصحراء إن شاء الله هات سحب الكثيفة رح تلاشت تدريجيا بعد ظهيرة الحق تولية هضاب العليا وشمل الصحراء إذن مشاهدين الكرام بالنسبة للوضعية المرتقبة إن شاء الله بعد مع فجر نهار الغد إن شاء الله كما اللحظوا سحب كثيفة على العموم على الولايات السحرية الداخلية أجواء غائمة على شلف سعيدة غريزا ما احتمال تسقط بعض الزخات من الأمطار تبقى سحب كثيفة على الولايات اللي ضاب العليا الولايات الصحراء الوسطى من ناحية الشرقية كذلك بنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله مشاهدين الكرام مع فجر نهار الغد إن شاء الله نسجلوا 20 درجة مئة ودى على الجزائر بومردسي بازازيرلدا نفس المقياسة على وهر المستغانم 19 درجة نسجلوها على عمابة طهرف سكيكدا القالة 15-16 درجة على ولايات الهضاب العليا 21 درجة مئة ودى نسجلوها على بشار 23 درجة مئة ودى على غردها ينزل فانا بريان 25 درجة مئة ودى على ورق لاتوكورت حسيم سعود حسي بركين تنخفض مقياس درجة واحدة على تين دوف بنعبستة بالبالا 28 درجة بأقصى الجنوب برج برج مختار إنقزام معين أزواء وأباليسا انتقلوا الآن مشاهدين الكرام للوضعية المرتقبة إذن بعد ظاهرة نهار الغد إن شاء الله إذن بعد ظاهرة تبقى صحب كثيفة كما سبقوا وذكرنا الأجواء ما راهيش حتكون صافية ميا بلمنا تبقى صحب كثيفة متمركزة على السواحي الوسطى بخيدية أجواء غائمة على صطيف باتنا خنشلاء أريسا عين أرنات رسلواد أجواء غائمة كذلك لا أدرى التمرس مع إذن زوابع راملية نشيطة في كل مرة نقول عليكم بأخذ الأمور بجدية لأن هذه زوابع راملية تؤثر على الرؤية الأفقية أما عن درجات الحرارة إن شاء الله مشاهدين الكرام نحن نشوف درجات الحرارة بعد الظاهرة لاحظوا بأنه درجات الحرارة مرتفعة إذن المرتفعة جوية رح يبقى مرتمركز على الولايات الداخلية وولايات الهضاب العليا بين قوسين هالدرجات الحرارة ما رهيش ستكون فصلية إذن ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله تنخفض تدريجيا درجات الحرارة 28 درجات على الجزائر تنخفض مقص درجة واحدة إن شاء الله على وهرن 28 درجة ملا أوزاء على عما بطار في سكيك دالقالة 31 درجة ملا أوزاء على الشرف السعيدة غيزان 30 درجة على البويرة نلاحظوا بأنه درجة الحرارة تنخفض تدريجيا عالوية الداخلية وليت الهضام瓜 77 درجة مئة أوداء على صطيف بطنخنش على أريس عينزل 30 درجة مئة أوداء على الجلفة 33 درجة مئة أوداء على منطقة صورة 30 درجة مئة أوداء على غدايات 30 درجة مئة أوداء على ولقه حسيد وحسيد بركين ترتفع بمإغيالها 1 درجة بوسط الصحراء 40 درجة مئة أوداء على تيندوف و41 درجة مئة أوداء بأقصى الجنوب برج برج المخطار إنقزام عين أزاوى وأبليسة حال البحر ان شاء الله مشاهدين الكرام يهموا حال البحر غدا ان شاء الله نقولكم بانه البحر مع الصباح راح يكون مضطرب على اغلبية السواحل بعد الظاهرة يرجع شباب هادئ على السواحل الشرقية العوانه يبقى قليل اضطراب الى مضطرب على السواحل تنس دلس حتى السواحل الغربية اتجاه الرزح كما راح يلاحظوا على السواحل الشرقية ان شاء الله راح تكون غربية تماما الى الجنوبها اذا شرقية على سواحل العوانه تنس دلس حتى سواحل غربية سواحل مرصة بالمهدي مشاهدين الكرام في ختم نشر الجوزان ختمها كالعادة موعدكم الفلكي إذن لشروق وغروب الشمس الشروق على الساعة 6.50 دقيقة صباحا أما الغروب على الساعة 6.19 دقيقة مساء إذن في الأخير نقول لكم مشاهدين الكرام أكيد لمزيد من المعلومات مع لكم هرد صوروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي وهي دايما في خدمتكم فيسبوك يوتيوب انستغرام دمتم أو في القناتنا وإذن نخليكم في الأخير مشاهدين الكرام مع النشرة الدولية لعالمنا بقوة الاخير تلفرحتكم